معنا من طرابلس حميد المرابط الزيداني رئيس اللجنة القانونية لمنظم الضحايا لحقوق الإنسان في ليبيا سيد حميد أهلا بك معنا نسأل في البداية عن قانونية هذا الموضوع الدفن الجماعي مساء الخير لجميع ونجدد التعازل لمن تم انتشار جثمينهم مجددا في حادثة درنا والمدر المتضررة الأخرى بالنسبة هذه من الإشكاليات التي تحدثنا عنها منذ حدوث المأساة أن الكارثة بوجود أعداد كبيرة من المفقودين ومن الجثمين وقلة الكوادر المؤهلة والمدربة التي تتناسب مع هذا العدد نحن لا نكر وجود كوادر وطنية مدربة في الهلال الأحمر في الكشافة في طب الطوارئ فيما إلى ذلك لكن عدم التنبؤ المسبق بمثل هذه الكارثة ووضع الخطط للحد من آثارها جعلنا أمام كارثة واتفاقمة هذه الكارثة الإشكالية الكبيرة أنه عمليات الدفن الجماعي نحن نقرر بأنها عمليات غير قرنية وفق المواثيق الدولية لكن بالمقابل عدم وصول الفرق المختصة عدم توفر كياس الدفن في بداية الأزمة نحن نتحدث عدم وجود كهرباء في الأيام الأولى للكارثة عدم وجود كهرباء عدم وجود ثلاجات لحفظ هذه الجثامين كل هذه الأمور جعلت أن أصحاب القرار على الأرض رأوا بضرورة دفنها بهذه الطريقة نحن نقرر أن هذا سيشكل كثير من العقبات مستقبلا ولكن لم يكن لهم سبيل إلا ذلك لماذا؟ لأن الضعف الحكومي في التعاطي مع هذه الواقعة سبب كل ذلك طيب ذكرت بأن سيكون هناك عقبات سيكون هناك تداعيات كبيرة أتوقف معك في البداية عن موضوع المشكلات القانونية ما هذه هي المشكلات القانونية وأيضا حذرت منها منظمة الصحة العالمية وتحدثت عن موضوع هذه المعروقات وخاصة بأن نتحدث عن ذوي الضحايا بأنها ممكن أن تسبب لهم مشكلات نفسية الآن نتحدث عن الضحايا عن هذه الجثث قانونية ما يجري كيف وما هي هذه التداعيات نعم الإشكالية الكبرى ستكون في مسألة التعرف وأخذ عمليات حمض الـ DNA لأن يترتب عليها أمور قانونية يعني من يتم التعرف عليه من لا يتم التعرف عليه من هو مجهول الهوية من تم التعرف عليه من يثبت أن هذا الشخص هو فعلا هو الشخص المفقود وعائلته لتعتبره وفاة هناك أمور أيضا حتى تتعلق أمور وفق القانون الحوالي الشخصية هناك عدة للمعتدم التي يتوفى عنها زوجها أمور تتعلق في المستقبل بالمرأة نحن نتحدث من حيث المبدأ في إثبات أن هذه الجثامين لمن تعود أولا لأن أشكاليات مسألة تحاليل الحمض النووي نحن الهيئة العامة البحثة على المفقودين تعاني في هذا المجال لكنها دعت الأهالي إلى نعم دعت الأهالي إلى عملية أن يكون هناك تحاليل على الأقل ليتم التعرف كما قالت بعمل تحاليل أيضا نعم هناك أشكاليات عملية سيد العدد تفضل نعم هي الأشكاليات العملية نعلم هناك الأشكاليات العملية الموجودة على أرض الواقع فلو تابعنا عمل الهيئة العامة البحثة عن المفقودين وهي الهيئة التي كفل إليها مسألة تحاليل الديناي وتحاليل الحمض النووي هناك تباطئ وهناك قد يحصل بعض الأسباب فالنيوم إلى ذلك هي تتعامل مع أعداد كانت بالعشرات والمئات اليوم نتحدث نحن عن الآلاف إذن كيف سيتم التعامل كم سيمتد من الزمن التعامل وتعاطي مع هذا الملف المفقودين زد علي ذلك ليبيا دولة تعاني من وجود مهاجرين غير نظاميين وعمال مهاجرين أيضا لا توجد أي قوائم لهم وإي قواعد بيانات وهذا ما كنا نردده جهارا نهارا وفي كل يوم أنه قد يكون من بين هؤلاء مهاجرين وعمال مهاجرين لا توجد لهم أي بيانات كيف نعرف أن هؤلاء يعني من يكونون ما مصيرهم ذويهم فالإشكالية في ملف الدفن إشكالية مركبة كذلك نعم ولكن كما أسلفت الذكر أنه لم يكن هناك سبيل إلا الدفن بهذه الطريقة للأسف لضعف الإمكانيات وضعف الحكومة شكرا جزيلا لك من طرابلس حميدة المرابطة الزيداني رئيس اللجنة القانونية لمنظمة ضحايا لحقوق الإنسان في ليبيا ترجمة نانسي قنقر